مشاهير ومؤثرون من أرجاء العالم يزورون العراق لأول مرة نقلوا لمتابعيهم صورة غير معهودة عن واقع التنوع الثقافي في البلاد وما يتمتع به الشعب العراقي من حسن وفادة فيما يتعلق بالترحاب أعتقد أن الشعب العراقي هو أكثر شعوب العالم التي تعاملت معها كرما لكنني أعتقد أن التغيير في العراق قد يكون أكثر قوة إذا ما تم الاستماع للأصوات الشابة وإعطاء الأجيال الصغيرة منابرا للوقوف عليها العراق خاض تجربة تحول ديمقراطي فريد خلال السنوات العشرين السابقة عاندتها تحديات العنف والاستنفار الطائفي وسوء الإدارة ومع هذا فالآمال تحدو كثيرين بأن البلاد تجاوزت المعوقات القاسية وأن ثمار التجربة الديمقراطية أصبحت في متناول الأجيال الجديدة بالتأكيد أعتقد أن الأجيال الأصغر سناً بالذات أصواتهم أكثر وضوحاً ولديهم رغبة حقيقية في أن تسمع وجهات نظرهم وهذا هو ما يعد بمستقبل رائع للعراق لقد قطع الشعب العراقي بالفعل خطوة كبيرة للأمام وأرى أنه بذلك يظهر للمجتمعات المجاورة قوة الديمقراطية وأن ثمارها عظيمة وأن بإمكانهم أن يحدوا خضوة المسؤولون العراقيون يسعون لإيصال صورة أكثر صدقاً عما تشهده بلادهم من نهضة وإن كانت تعترضها العثرات يأمل العراقيون وبخاصة جيل الشباب منهم في تعميق التجربة الديمقراطية في بلادهم ويعتقدون أن هذا الطريق هو سبيل البلاد نحو المزيد من الاستقرار والتنمية علي جمال الدين الحرة واشنطن